الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علم ينفعنا وزدنا علما واجعله لنا حجة يا ذا الجلال والإكرام نرحب جميع الطلاب والطالبات في السنة الثالثة نوية قسم المسار الشرعي ونسأل الله عز وجل لنا ولهم التوفيق والسداد ومعنا اليوم في تطبيقات التجويد وموضوعنا هو أحكام القلقلة وقبل أن نبدأ بالأمثلة ونأخذ معنى القلقلة معنى القلقلة هي اضطراب المخرج عند النطق بالحرف ساكنا حتى تسمع له نبرة قوية وعيد التعريف يقول اضطراب المخرج عند النطق بالحرف ساكنا حتى تسمع له نبرة قوية سيأتي أمثلة على القلقلة مثال ذلك إذا كان في قول عز وجل وخلق الله السماوات والأرض بالحق تجد القواف هنا مقلقلة والقلقلة على حسب إما أن تكون كبرى أو صغرى أو أسطى سيأتي معنا إن شاء الله تفصيل ذلك بعد قليل حرف القلقلة حرفها خمسة مجموعة في قولهم قطب جد وعيد مرة أخرى حروف خمسة مجموعة في قولهم قطب جد القاف والطاء والباء والجيم والدال هذه حروف القلقلة وقلقلته على حسب على حسب يعني مواضحهم أن تكون كبرى أو مشددة أو غير مشددة هنا الأمثلة يقول هنا الحرف القاف الطاء الباء الجيم والدال مثال ذلك قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق هنا القلقلة في آخر الكلمة هنا القاف وتجد القلقلة يعني صغرى وكذلك في كلمة الطاء في قول الله عز وجل وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطَ مُحِيطَ هنا القلقلة الطاء وكذلك في ألباء في قول الله عز وجل وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ إِذَا وَقَبَ إِذَا وَقَبَ هنا قلقلة تجد القالباء مقلقلة في آخر في آخر الحرف في آخر الكلمة كذلك في الجيم في قول الله عز وجل وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ تجدى الجيم في آخر الكلمة في البروج كذلك في الدال في قول الله عز وجل رحيموا إن ربي قال الله عز وجل وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودَ وَدُودَ هنا الدال هنا في آخر الكلمة وَدُودَ نأخذ توضيح يأتضح لكم أكثر وأكثر فيقول توضيح هنا نلحظ في هذه الأمثلة في الأمثلة الفلق والمحيط ووقب والبروج ودود أنها اجتمت على حرف من حروف القلقلة وهي حرف القلقلة وهي قطب جد حيث وقعت في آخر الكلمة حيث وقعت في آخر الكلمة وينتج عن ذلك الطراب مخرج الحرف حتى تسمع له نبرة قوية بهذا التوضيح يتضح لكم أكثر وأكثر في هذه الأمثلة في هذه الأمثلة كذلك هنا المراتب القلقلة القلقلة لها مراتب من مراتبها كبرى إذا جاء الحرف المقلقل في آخر الكلمة مشددا وعندما أخرى إذا جاء الحرف المقلقل في آخر الكلمة مشددا مثال ذلك قال الله عز وجل تبت يد أبي لهب وتبت تجد الباه هنا مشددا وهي أعلى حروف القلقلة وهو الكبرى كذلك في قول الله عز وجل وخلق الله السماوات والأرض بالحق تجد الباه هنا قلقلة ولهذا يقول الإمام الجزيرة رحمه الله وبيّن مقلقل إن سكن ويكن في الوقف كان أبينا فهنا الوقف كان أبينا إذا كان الحرف مشددا تبت يد أبي لهب وتب سيد الباه هنا مقلقلة وكذلك على حرف مشددا وإذا أعلى مراتب القلق الكبرى نجد الصغرى ووسطى إذا جاء الحرف المقلقل في آخر الكلمة غير مشددا مثال ذلك ما أغنى عنه ماله وما كسب وما كسب كذلك في قول الله عز وجل و السماء ذات البروج كما مر معنا في الأمثلة السابقة ما أغنى عنه ماله وما كسب وما كسب هذه المرتبة الثانية هي الوسطى مكالة مراتب القلقلة صغرى هي أضعف حروف القلقلة إذا جاء الحرف المقلقلة في وسط الكلمة في قوله عز وجل في جيدها حبل من مسد في جيدها حبل من مسد تجد الباه هنا في وسط الكلمة كذلك في قوله عز وجل إن في ذلك لآية لكل عبد منيب عبد منيب تجد القلقلة ضعيف يعني أقل من الأسطى وأقل من الكبرى هذه ما مراتب القلقلة كبرى إذا جاء الحرف المقلقل في آخر الكلمة مشددا في مثال ذلك تبت إذا بله بوتب و كذلك وسطى إذا في قوله عز وجل ما أغنى عنه ماله وما كسب كذلك صغرى إذا جاء الحرف المقلقل في وسط الكلمة في جيدها حبل من مسد لكن مسد تقلقل لكن هنا في وسط مسد مثلنا ما كسب في جيدها حبل حبل من مسد هذا ما يعرف بمراتب القلقلة هنا تطبيق عملي تطبيق عملي على القلقلة يقول هنا أكمل حروف ناقصة كما في الجدول الآتي تجد هنا حرف الأول ألف ألف وش البعد ألف أحسنتم حرف ب ب هنا نجد هنا كلمة ب أو حرف الب كذلك من الحرف الناقصة التي في قوله في بعد التاء تاثاء بعد الثاء أحسنتم جيم هنا جيم كلمة جيم أو حرف جيم مرة هنا ألف ب جيم كذلك معنى حرف آخر من حرف القلقلة ناقص هنا من يعرف هذا حرف الناقص هنا تفضل أحسنتم هنا الدال خال دال دا دال حرف الدال حرف الدال هذه كذلك من الحرف الناقصة في هذا الجدول في قوله أو في كلمة سا ضاء سا ضاء طاء هنا بعد الضاء طاء طاء حرف الطاء حرف الطاء كذلك من الحرف الناقصة التي في الجدول من يعرف الحرف الناقص هنا عين الغين الفاء من يعرف الحرف الناقص هنا في الجدول أحسنتم هنا القاف القاف هذه بعض الحروف الناقصة في الجدول الذي الذي معنا طيب هذه الحروف التي ضفناها تسمى هذه الحروف التي التي أضفتها هنا هي حروف من يعرف أحسنتم حروف القلقلة حروف القلقلة لحظة هذه الحروف التي أضفتها حروف القلقلة حروف القلقلة هنا الباء كايك الدال هنا الباء الجيم الدال الطاء كذلك القاف هذه الحروف التي أضفناها هي حروف القلقلة هي حروف القلقلة نأتي تطبيق آخر تطبيق عملي على حرف القلقلة يقول هنا اقرأ الآيات الكريمة جهرا ثم استخرج منها الكلمات التي تحوي حروف القلقلة قال الله عز وجل نقرأ الآيات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب ولقد آتينا داود منا فضلا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ أنا قرأ الآيات ونستخرج منها الكلمات التي تحوي حرف القلقلة من يعرف أول حرف معنا في قوله كلمة أو نسقط طبعا إذا وقفت عليها وإذا وصلت لها الطا ساكنة أو نسقط عليهم كسفا طيب هذه الطا ساكنة من أي مراتب أخذنا مراتب قبل قليل مرتبة الصغراء أو الوسطى أو نسقط أو نسقط كذلك من الكلمات التي فيها القلقلة من يعرف من يستخرج لنا الكلمات التي فيها قلقلة أحسنتم في قولي سبحانه وتعالى إن في ذلك لآية لكل عبد منيب عبد منيب هنا عبد منيب هنا كلمة عبد هنا وقفت هنا الباء تكون وسطى عبد منيب كذلك من حروف القلقلة التي في الكلمات هنا من يستخرجنا حروف القلقلة غير الكلمات التي استخرجناها أحسنتم في قولي عز وجل ولا قد إذا وقفت عليها ولا قد وأخذك إذا وصلتها ولا قد آتينا ولا قد تجدها طبعا في كلمة أخرى كذلك من حروف القلقلة من يستخرجنا حروف القلقلة أحسنتم في قولي عز وجل وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدُ أَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدُ تجد هنا القلقلة في آخر الكلمة في آخر الكلمة هنا أَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدُ هل هي كبرى ولا صغرى ولا أسطى أسطى أو صغرى وَأَلَنَّ لَهُ الْحَدِيدَ صُغْرَى وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ هل هناك كلمات فيها اعتاحوا حرف القلق له غير غير كلمة ذكرناها أعيدها مرة أخرى في قول عز وجل إن شاء نخصب بهم الأرض أو نسقط كلمة أو نسقط هنا نسقط كلمة أو نسقط إذا وقفت عليها أو نسقط أو وصلتها كذلك استخرجنا كلمة أخرى في قول عز وجل إن في ذلك الآية لكل عبء لكل عبد منيب عبء هنا قال فيها كذلك في كلمة عبد وكذلك في قول عز وجل منيب كلمة منيب إذا وقفت عليها كذلك استخرجنا كلمة أخرى من يعرف من يعرف أحسن ولا قد في كلمة ولا قد ولا قد الدال هنا مقلق له تجدها في آخر الكلمة كذلك استخرجنا كلمة أخرى من يعرف أحسن في قول عز وجل وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَلْحَدِيدَ هنا الدال هنا مقلق له هذه حروف القلق له التي موجودة في الكلمات استخرجناها كلمة نسقط الطاء كذلك منيب الباء وأيضا حديد والدال وأيضا عبد حرف الباء هذه حروف القلق له التي موجودة معنا في هذه الآيات نقرأ الآيات مرة أخرى حتى نستعب أكثر وأكثر في حرف القلق له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ شَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطَ إِنَّ شَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطَ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبَدٍ مُنِيبٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ قررنا الآية مرة أخرى والتي فيها حفر قال وضحناها لكم طيب قد يكفي خطأ يقع كثير من يعني يقرأ طالب طلاب وطا وغيرهم إذا وقف على قوله ما خلفه من السماء والأرض يقلق الضاد وهذا خطأ نبحثنا أن الضاد ليست من حروف القلقة له وليست من حروف الهمس حتى يطلع لها صوت عندما يقف القارئ عليها وما خلفهم من السماء والأرض فهنا القلقة لابد أن تكون يعني يضبطها القارئ حتى لا يظهر قلقة له أو يظهر حمس أو يظهر حرف حمس كذلك في قول عزوال إن شاء نخصب به ولقد آتينا داود لو وقف على داود إذا وقف ساكن فهنا فيها قلقة له ولقد آتينا داود طب إذا وصلها ليس فيها قلقة لماذا؟ لأنها ليست ساكنة ولهذا يقول إمام الجزر رحمه الله وبين مقلقة إن سكن وبين مقلقة إن سكن وإيكم في الوقف لا يقلق إذا كان ساكن إذا كان ساكنا وهكذا نتهينا وإياكم من تطبيقات تجويد على أحكام القلقة له ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد وفي الختام نشكركم على حسن استماعكم لدس آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته ترجمة نانسي قنقر